الجبس أو الجيبسنبورد ما أهم المميزات فيها والعيوب وما أهم الأنواع والاستخدامات دخلت ألواح الجيبسنبورد في السنوات الأخيرة في التصاميم الداخلية للسقوف وفي ديكورات الجدران وغيرها من التصاميم هي عبارة عن ألواح من الجبس ظهرت كي تستخدم كبديل للأسقف والجدران وتستخدم في البناء والعزل ويستخدم بالوقت الحالي في تصميم الدكورات بالداخل والخارج ويتكون الجيبسنبورد من خليط من الفايبر الزجاجي وسليكون والجبس المغطى بطبقة من كرتون معالج ويتوافر بأحجام عديدة جيبسنبورد الجدران هو جيبسنبورد ضد الرطوبة والحرائق يحتوي على مادتي السيليكون والألياف التي تمنح الجبس في الداخل متانة وقوة ويغلف هذا النوع من الجيبسنبورد بطبقة من الكرتون المقوى المميز باللون الأخضر جيبسنبورد الجدران العادي يتكون هذا النوع من طبقة من الكرتون ذو اللون الأبيض أو العاجي بوجه واحد ليكون جاهزا لصبغ أما الوجه الثاني فيكون رمادي اللون ويفيد هذا النوع لكل الأعمال الداخلية والدكورات الجدران وغير مناسب للرطوبة العالية جيبسنبورد مقاوم للحرائق هذا النوع مفيد في السقوف والجدران كما أنه مغطى من الخارج بطبقة من الكرتون المقوى ويختلف عن الجيبسنبورد العادي بأنه يحتوي على سطح باللون الأحمر كما أنه يقاوم الحرارة والحرائق وهذا النوع يكون أغلى من الأنواع العادية مميزات جيبسنبورد الجدران سهل الاستخدام والتركيب والإزالة فلا يترك أي شوائب مثل الجيبس العادي ولا يتصدع بفعل الأحمال كلفته أقل بكثير من استخدام أسمنت أو البلوك عازل للحرارة كما أنه مقاوم للحرائق والرطوبة والعث إضافة إلى إمكانية استخدامه لتنفيذ الكثير من الدكورات الهندسية على الجدران وسهل التلوين بأي نوع من أنواع الأصباغ التي تستخدم مع الجدران العادية وإمكانية استخدامه لصناعة القواطع الثابتة أو المتحركة فهو يتصف بالمرونة العالية تستخدم هذه الجدران كعوازل في المنازل لعزل أماكن استقبال الضيوف عن أماكن الاسترخاء أو أماكن لعب الأطفال فبهذا تعمل على تنظيم مساحات المنزل بدون الحاجة لبناء حوائط فاصلة من الإسمنت وهي تفيدنا في تصميم العديد من الأشكال الجمالية والهندسية على الحوائط فيوضع فيها الإضاءة الهادئة لتطفي على المنزل الدفء والجمال يمكن باستخدام الجيبسون بورد عمل مكتبة على الحائط تصلح لوضع الكتب والتلفاز ولكونه مرن في التشكيل وتنفيذ التصاميم الدقيقة في السقوف فهو يصلح لعمل التمديدات الكهربائية وأسلاك إنذار مقاومة الحريق وفوهات التكيف بعكس الجيبس العادي صعب الصيانة وهذا من أكثر صفات الجيبسون بورد أهمية من عيوب الجيبسون بورد أنه يوصل الأصوات لذا يستحسن وضع وازل أثناء التنفيذ وهو ذو ثبات أقل مقارنة بالسقوف العادية إضافة لكون أكثر عرضة للتآكل والسقوط عند استخدامه كسقف معلق أسعار تنفيذ المتر تزيد أو تقل بحسب التصميم المراد تنفيذه يجب أختيار شخصا ماهرا ليقوم بهذا النوع من الأعمال والاطلاع على أعماله السابقة قبل الاتفاق معه تفاعلوا مع القناة بالاشتراك والإعجاب مع خالص شكري لكم